رمضان في الغربة هل تفتكروا يعني في فريق بين الصيام في الغربة ولا الصيام في بلدنا؟ هو يعني الفريق بيكون من ناحية بتفتقد اللمة بتفتقد الأجواء اللي كنا بنتكلم عنها بس صراحة يعني الصيام هنا كمان له إحساس برضو مختلف يعني بتكوني مشتاقة تمشي التراويح هنا مستنية تسمعي التهجد والدعوات والحاجات دي كلها يعني جميلة بس الفرق بين هنا وهناك اللمة أكتر حاجة نحن بنحاول الصفرة تكون يعني بتشبه صفرة هناك بس ما بتكون يفاقدة فيها الناس العزو والأهل طلع الصينية الشارع براها دي يعني لازم تجهزيها هنا ما بتعملي الحاجات دي فبتفتقديها فعلا بتفتقدي اللمات البعض الفطور القعدات والشاي والجبنة والحاجات دي بس رمضان هو رمضان إحساسه واحد بتفتقدي حاجات بتكون في حاجات مميزة بس رمضان هو رمضان تستنيه وين ما انت بتحسبيه وغير كده قلبك بيكون في حاجة متغيرة إحساسك متغير انت ذاتك عيشة في سلام نفسي سواء هنا ولا في السودان صراحة بس ياهم بتفتقدي أهلك تكون نفسك تفطري معاهم بنحاول طبعا نتجمع جبل الكورونا على اساس انه نعيش أجواء زي مشابهة بس طبعا ما زي لمة هناك هناك اللمة بتكون حاجة بديهية يومية لسبب انه الناس أصلا متغاربة وجم بعض ومع بعض وكلا هنا المسافات بتحكمك والمشاغل بتحكمك بس رمضان طبعا لو نكهة وين ما كان صراحة صحيح بكلامك صح يا هيفا وبما انك انت من مواليد المملكة العربية السعودية حابين انت تتكلمين عن تقوص رمضان وحتى تجهيز ما قبل رمضان هنا في المملكة والله هي رمضان هنا في السعودية جميل جدا صراحة بتشوف تجهيزاتهم في اختلاف طبعا حتى في طريقة نبدأ شنو في الاكل نعمل شنو بنخل